اكيد كلياتنا بنخاف من الكاميرات وخصوص اللي احنا بنسمعه باللي بصير في هالدنيا كاميرات بتكون مخبية جوا غرف النوم في الفنادق كاميرات مخبية جوا غرف تغيير الملابس كاميرات مخبية ما بعرف وين كاميرات مخبية في حمامات عامة لهيك اذا كنت خايف من هالموضوع خايفي انت كابنت مثلا لما تفوت على غرفة غيار داخل اي محل ملابس يتم تصويرك بدون ما تعرفي فخليكم معاي عشان نعرف كيف نكشف هاي الكاميرات اليوم معنا تطبيق هيدين كاميرا ديتكتور طبعا بامكانك تحمله من داخل مدونتي ورابط التدوينة موجود اسفل الفيديو بالوصف بعد ما نحمل التطبيق بنشغله طبعا زي ما احنا ملاحظين لما نشغله في عندك اكثر من خيار احنا بهمنا الخيار الاول والثاني نختار الخيار الاول وزي ما انتم ملاحظين طليع لي عداد داخل الشاشة خلينا نشوف طبعا زي ما احنا شايفين بالحالة طبيعية ما في كاميرات 44-45 خلينا نشوف لما نجيب كاميرا ونشوف ايش ممكن يصير بس التليفون اكتشف انه في كاميرا طبعا بدي اجيب تليفون الثاني اللي في كاميرا خلينا نشوف لما نقرب التليفون على التليفون ايش رح يصير اكتشف انه في كاميرا وبلش يزمر او ممكن من الخلف كمان طبعا زي ما احنا شايفين اعطاني انذار بانه في كاميرا طبعا الخيار الثاني بالاسفل كاتب لك انك اذا شفت لون ابيض أو ضو لونه أبيض ما بتقدر تشوفه بالعين المجردة فمعناته فيه كاميرا موجودة في المكان اللي انت شفت فيه الضو الأبيض وهيك بإمكانك انك تكتشف أماكن الكاميرات باستخدام هالتطبيق وتعرف اذا في حدا بصورك كنت بغرفة تغيير ملابس او بفندق او بحمام عام او مثلا كنت في مقابلة مع حدا او كان في حدا موجود معك ولابس كاميرا مخفية داخل قلم او داخل اوعي او اشي فبإمكانك انك تعمل عملية تفتيش سريعة وتكتشف اذا كان في كاميرا ويتم تصويرك ولا لا والهون اصدقائي بكون انتهيت من الفيديو وصار لازم اودعكم وحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم العافية لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته